موسيقى مراد؟ ابني يلا قول لبابا تصبح على خيري ليش زعلن مني ابني؟ ها؟ يلا قل لي ليش زعلن من بابا حبيبي؟ موسيقى أيوة ست مريم موسيقى يا حبيب ماما انت ما بدك تطلع بالماما؟ ها؟ موسيقى لا لا ما في شيء لا والله ما عم نتخانق صدقيني والله من وقت ما اجيت ما حكينا أصلا ما اطلعت بوشي أبدا قلت اللي أحسن ما نحكي قدامه لمراد مراد هلا أنام أكيد رح نحكي على أساس ظل شي ينحكى لا مراد ما عم يحكي معنا بنشوف ايه ماشي وانتي من أهله أهلين برافو عليك عطيت تقريرك تمام نيسر خلينا نحكي ونتفاهم بشو بدي يحكي معاك؟ ما تعلصوتك بكفي زعلتي الولد ما بيخجلوا انهم خربوا بيتي كرمال حكياتهم بدك تزتني ما؟ لك يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم ما صرخي بصريخ ما رح تغطي على غلطك ما رح تطلعي علي بالعالي بس لأنك عم تصرخي ماشي؟ ما فيكي غلطي ولا غلطاك؟ لك صرلي سنين عم بفني حالي كرمالكن وموعاجبكن يا أكالين يا نكارين تطعنينا بظهرنا؟ لك كل شي سيء سواتي وكان عندك حجج ودايما تنكريهون ماشي اليوم ليش لحتى رحتي لبيت رشدان؟ وشو المنيحة اللي سواتي لنا يا عب رؤيتك؟ خلص أنا ما عد فيني يتحملكون طيب لما بتنزني يقولي ما فيني يتحمل وهربي فاطمة وكريم لسه ما بيعرفوا بلي سواتي خليهون يعرفوا بعدين منشوف شو رح يصير تير خوافتني كتير رحت اترجاهون لا يحكوا عني شي بالمحكمة لأنه عندي ولادة تعرفوا الشي ولا لا؟ ماشي ميسر ماشي لا تحكيلي ما بدي اسمع ما بدي اسمع كل هالكذب أنا قررت وبيدي طلق إذا بدك طلق طلق دخيل الله أنا قلتلك اليوم تعطيني ولادي والنفق اللي عليك بتدفعها غصبا عنك ولسه بدي اتملكون كمان بعيش لحالي مرتاحة لوراي ولا قدامي لا بشيلهمكن ولا بشوفوشكن بكثفي بقى حبيبتي كيلي أكلك برد أخ يا نزير اللي اشتركوا لي نفس أكل مو حاكيتيون ليكن هديو على الأغلب يا نزير لمعي ما حكى شي بشان ما يدايقني الله أعلم بتكون قامت لأيامي هنيك هلا إذا صار شي كله رح يطلع براسه ولا مراد لو ولا تسمع كل شي بيفهم ماله صغير أكيد رح يلاقوا طريقة ليحكوا الحقيقة لأنه ما بقى في مجال إذا إجى لمعي لعندك مشان ياخد رأيك بموضوع الطلاق ما تعطيه وش ابنوب انتي لا تقلقي أصلا أنا ناوي بكرة أحكي معهم اتنين أتنسوا اكتير منيح عمر أيوة عمر وأنا كنت عم بستنى خبر منك شو صعر مبروك إلنا أخي ما طلعوا لسليم رشدان عن جد اعتقلوا لسليم نشكر الله والبقية تركوهون يروحوا يلا منيح ما تركوا لسليم على الأقل ما رح يقولوا المتهم هربان ويأجلوا المحاكمة يلا مبروك إلنا كل آياتنا مبروك طيب شو بدنا نساوي الله يقدم اللي في الخير بتشكرك تسلم الله معك خبر ممنيح؟ ليلى خانم بعد البيت كتير حلو وكتير شبه كل تفصيل فيه معمول مشان الراحة تفضل نشوف الحديئة تفضلي المنطقة هون هادية كتير ومخدمة يعني فيك تلاقي كل شي بالذكية مزبط فيها كل شي حدائق خاصة للمشي نوادي رياضة مسابع حدائق حدائق ألعاب نوادي كل شي كل شي مناسب لكل عمر اللي بينوه فكروا بكل تفصيل كنتم فكرتو كتير بعيد عن المدينة بس ما نو هيك دقائق بتكوني بنص البلد وقريبة على كل شي مزبوط كنت مرتاحة بالسكنة هون بس اضطرينا لنبيع الفيلا ثمت صدقيني كتير مقهورة لأنه رح اترك بيتي بس ما رح ينتقنوا لبعيد لح يسكنوا بالبيت اللي جنبه اي صاحب البيت أخو جوزي صارت معنا ظروف طرتنا نبيع الفيلا الله يقدم الفي الخير للكل عمين